اللي بده يحمي بيروت ويحمي أرارة ويحمي استراتيجيتها ويحمي بقاءة لحتما نشوف شو رح يصير بهذه المنطقة تصريحات وصفها مراقبون بالنارية رددها وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اعتبر فيها أن ميليشيا حزب الله أصبحت بمثابة مشكلة حقيقية لا تعطل فقط علاقة لبنان بمحيطه العربي بل أصبح مشكلة للمنطقة العربية برمتها ليس جديداً على المشنوق مواجهة حزب الله كما يظهر هذا الفيديو المصور في جلسة لمجلس النواب اللبناني منذ عدة سنوات لكن المشنوق هذه المرة صعد من حدة تصريحاته لتتجاوز حدود البرلمان فاستفاد في الحديث عن أحقية شكوى الخارجية اليمنية حول تدخل ميليشيا حزب الله عسكرياً هناك فالموقف اليمني موقف طبيعي ولم يعود يصح بعد كل هذه التطورات الدولية أن يكون حزب الله منفذاً للسياسة الإيرانية بحسب المشنوق الذي استشهد أيضاً بتدخلات ميليشيا الحزب غير المقبولة في نيجيريا وضبط تحركات غير قانونية له في الكويت ونشر مستشارين ومقاتلين في اليمن مذيلاً حديثه بعبارة نعم كل هذه الاتهامات صحيحة لكنه استبعد في الوقت ذاته فرض قرارات دولية بحق الحزب في المستقبل القريب المخاوف من إشعال الحزب حرباً مع إسرائيل انطلاقاً من لبنان لتخفيف الضغوط الدولية على إيران كان ضمن الأسئلة المطروحة على المشنوق الذي لم يجد مبرراً لهذه الطروحات مفترضاً أن الحزب وقبله إيران يعرفان جيداً المعادلة الدولية التي تجعل أمن إسرائيل هماً أمريكياً روسياً لا يمكن إغفاله وعلى حد تعبير المشنوق فأن أول قرار عسكري تأخذه إيران في هذا الشأن سيكون بكل تأكيد قرارها الأخير